دليا احكينا عن كواليسك في البيت بقى يعني انتي وشريف بتتعاملوا مع بعض ازاي يعني كفننين ولا بتعملوا ايه في البيت بصي احنا اول ما بندخل البيت بننسى تماما قصة ان احنا ممثلين وكل المشاكل اللي حصلت جوه اللوكيشن ما بنحاولش اصلا نتكلم فيها عشان ما تقصرش علينا نفسيا جوه البيت بنفسك خالص ودي اهم حاجة على فكرة لأي مجال في الدنيا مش مفروض ابدا انك تنقلي مشاكلك في شغلك لبيتك انسى خلاص انتي خلصت الشغل ورجاي على بيتك بزوجة طبيعية جدا ام بس يعني ما بتتكمسوش الادوار اللي في المسلسلات او الافلادي في البيت لا احيانا بتبقى في ادوار بتضغى عليك زي مثلا انا حصل معايا ده في البيت الكبير احيانا كان ما اثر علي جدا في البيت كنت عصبية جدا كنت اجريسيف معا عشان طبيعة الدور اصلا كان كده اه ده الوحيد على فكرة اللي اثر علي بالشكل ده غير كده لا طيب قوليلي العلاقة بينك وبين شريف يعني ما شاء الله الناس بتحسدكوا عليها قوليلي ابتدته ازاي او ايه اكتر حاجة اكتر صفل خليتك تشدك لشريف او ابتدته ازاي يعني كسوة الحب بتاعتكم هي هي البداية ان احنا كنا زملة مع بعض في المعهد في سنة اولى وما كانش في اي علاقة بيننا خالص كنا انتيم صحاب قوي قوي كنا شلة كده هو كان من اقرب الناس ليه من الخمسة القريبين ليه جدا وبعدين الموضوع قلب فجأة بدون اي مبرر انا ما حبيته لانه هو محترم وانا عندي مشكلة دايما انه انا عنديش السعدات ابدا ان انا بلف ورا راجل انا متجوزة عشان بزباص مثلا ولا بتاع ستات لا دي انا عندي دي كارثة عايز حد صريح محترم اه فهو محترم فده ده ده الميزة ربنا يخليكوا البعض ربنا يخليكوا